أكد معالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات أكد أهمية تطوير بنية النقل والمواصلات في مملكة البحرين لما لها من دور حيوي وهام في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة خدمات الملاحة الجوية موضحا أن الاستثمار في تقنيات الطيران الحديثة يعزز من مكانة البحرين كمركز إقليمي في هذا القطاع الحيوي جاء ذلك خلال توقع عقد جديد مع شركة تالس لدعم وصيانة نظام تبادل ومعالجة رسائل الخدمات الملاحية في مطار البحرين الدولي على أهم شيء معرض البحرين الدولي للطيران 2024 وذلك في إطار جهود المملكة لتطوير البنية التحتية للطيران وأشار معالي الوزير إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة نوعية ضمن مساعي المملكة لتطوير أنظمة الملاحة الجوية حيث يسهم النظام الجديد في رفع مستوى الخدمات المقدمة للطائرات العابرة لإقليم البحرين من جهته عبر مدير شركة تالس في البحرين عن سعادته بتجديد الثقة بشركة تالس من قبل شؤون الطيران المدني في البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر